السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي مرحبا بكم من جديد في قناتكم وقناة أسرار الجمال الطبيعي للوصفات الطبيعية المجربة أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو بألف خير إن شاء الله اليوم إن شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة ووصفة اليوم أكثر من رائع من أحسن وأسرع ما جربت في وصفات التخصيص خصوصا للدهون العنيدة بالبطن أي الكرش والجوانب والأرضاف هذه الوصفات تنحف البطن وتزيل الكرش والجوانب سواء بعد الولادة الطبيعية أو القيصرية ولها مفعول قوي جدا جدا في حرق وإدابة الدهون العنيدة بجسمكم وخصوصا دهون الكرش العنيدة تساهم في حرق الدهون في الجسم وخصوصا الدهون المتركمة بالبطن والجوانب والأرضاف والتي يصعب علينا تدويبها بسهولة وقبل أن أمر أحبائي لمكوناتات الوصفة وطريقة تحضيرها أتمنى منكم أحبائي دعمي باللايك إذا أجبكم الفيديو لتجي على المزيد من الوصفات المجربة والمضمونة إن شاء الله فبالنسبة لهذه الوصفة سنحتاج فيها إلى قشور البرتقال كما تلاحظون قشور البرتقال التي نقوم برميها يوميا لكن بعد تجربتكم هذه الوصفة أؤكد لكم أن لكم لن تقوموا برميها أبدا بعد مشاهدتكم لهذا الفيديو قشور البرتقال لها طاقة عالية جدا على حرق السعرات الحرارية في الجسم خصوصا الدهون العنضة كما تلاحظون أن نمر إلى طريقة تحضير هذه الوصفة وهي سهلة جدا سنحتاج إلى قدر وسنضع فيه مقدار يعني قشور برتقالة واحدة أولا نقوم بغسلها جيدا جيدا من الأدريبة العالقة بها سنحتاج كذلك إلى عودين من القرفة بالنسبة لقشور البرتقال يمكنكم تقطيعه إلى قطع كما تلاحظون بعد ذلك نضيف عودين من القرفة إذا لم يتواجد لديكم أعواد القرفة فيمكنكم تعويضها بالقرفة المطحونة على الشكل بودر بالنسبة للقرفة وهي الضارسين بالنسبة إذا أردتم تعويض أعواد القرفة ببودرة القرفة يمكنكم وضع ملعقة كبيرة من القرفة أو الضارسين بعد ذلك سنضيف الماء سنضيف تقريبا 3 إلى 4 كؤوس من الماء كبار يعني 4 كؤوس من الماء كبار وبعد ذلك سنضع كل هذه المكونات على النار هادئة جدا حتى تغلى جميع المكونات جيدا تقريبا لمدة 7 دقائق على النار هادئة جدا حتى يتغير لون الماء كما تلاحظون ويصبح لون الماء مائل إلى اللون الأصفر أو اللون البني بعد ذلك سنقوم بإطفاء النار عليها يعني بعدما نلاحظ أن لون الماء تغير قموا بتغطية المكونات بإناء لكي لا تتبخر لكم فوائد هذه الوصفة نقوم بتغطيتهما بإناء ونتركهما تقريبا لمدة 7 دقائق كما تلاحظون بعدما قمت بإطفاء النار عليها تغير لون الماء وأصبح لون الماء بهذا الشكل كما تلاحظون بعد ذلك مباشرة من بعد رفعها من على النار وهي ساخنة سنضيف إليها مكون آخر مكون رائع جدا كذلك في حرق الدهون وإدابتها وهو سنضيف كذلك بعد الأوراق من النعناع الأخضر الطازج يمكنكم تعويضه بالنعناع المجفف على حسب المتوفر لديكم في البيت إذا كان غير متوفر لديكم الطازج فيمكنكم تعويضه بالمجفف سأضيف حزمة صغيرة فقط بعد الأوراق فقط من النعناع الأخضر الطازج نقوم بغسلها جيدا وبعد ذلك سأقوم بإضافتها لهذا المغلي مباشرة من بعد رفعه من على النار سنضيف إليه بعد أوراق النعناع ونقوم بتغطيته مرة أخرى بإناء ونطرك النعناع حتى ينقع جيدا مع باقي المكونات كما تلاحظون نطركه لمدة ساعتين يعني جانبا في المطبخ حتى ينقع جيدا النعناع ويطرك لنا فوائده كذلك في هذا المغلي وبعد ذلك عندما يبرد هذا المغلي تماما سنقوم بإحضار مصفات أو فيلتر ونقوم بتصفية هذا المغلي للحصول على الماء فقط يعني خلاصة النعناع وقشور البرتقال كذلك والقرفة سنقوم بتصفيتهما للحصول على الماء فقط هذه الوصفة رائعة جدا ونتائجها مضمونة مئة بالمئة ومجربة مني شخصيا ومن أحسن ما جربت في وصفات التخصيص خصوصا للدهون العنيدة بالكرش والجوانب كما تلاحظون بعدما قمت بتصفية هذا المغلي بعد ذلك سنحتفظ به في قرورة زجاجية أو قنينة زجاجية فبنسبة هذه الكمية التي حضرت معكم هي كمية تقريبا لمدة أربع أيام يعني تقريبا وضعنا أربع كؤوس كبار من الماء يعني تقريبا لمدة أربع أيام يمكنكم كذلك تحضير كمية صغيرة أو كمية كبيرة يعني مضاعفة جميع المكونات ويعني وضعها في التلاجة فهي تبقى صالحة حتى لأكثر من أسبوع في التلاجة كما تلاحظون بعد ذلك قمت بوضع هذا المغلي في قرورة زجاجية بهذا الشكل وسأحتفظ بها في التلاجة بعد ذلك فبنسبة لطريقة أخذ هذا المشروف فهي سهلة جدا جدا يعني هذا المشروف وهو يأخذ دافئ وهذا مهم جدا يعني قبل أخذكم لهذا المشروف قوموا بتدفئته قليلا قبل شربه يعني قوموا بتدفئته فقط قليلا وبعد ذلك قوموا بشربه فبنسبة لهذا الكوب يمكنكم أخذه مرتين في اليوم يعني المرة الأولى بعد وجبة الإفطار يعني بعد أخذكم له وجبة الإفطار بنصف ساعة خذوا كوب واحد فقط وبعد ذلك الكوب الثاني خذوه كذلك قبل ذهابكم إلى النوم قبل ذهابكم إلى النوم خذو كذلك كوب قوموا بتدفئته قليلا وخذوه كذلك يمكنكم كذلك تحلية هذا المشروف بقليل فقط من العسل فقط للتحلية وطبعا هذا اختياري يمكنكم الاستغناء عن العسل فبالنسبة لي مضاق هذا المشروب مضاقه رائع جدا وجميل جدا مضاقه شور الليمون مع القرفة مضاق جميل جدا وكذلك النأنا فبالنسبة لي أنا لا يحتاج لا لإضافة العسل ولا لإضافة يعني السكر مضاقه جميل جدا ومقبول من الأحسن أن لا تضيفوا العسل أو السكر أضيفوا إذا أردتم فقط التحلية يمكنكم إضافة فقط القليل من العسل ويجب أن يكون عسل طبيعي عسل نحل وليس بالعسل المضاف إليه السكر كما قلت لكم استمروا على هذا المشروب يوميا حتى تحصلوا على النتائج المرادة وطبعا النتائج ستلاحظونها من أول أسبوع ستلاحظون فرق كبير جدا جدا في حجم بطنكم وكذلك في إنقاص وزنكم فبالنسبة للنتائج المدة التي ستظهر فيها النتائج كما قلت لكم من الأسبوع الأول لكن ربما تختلف من شخص لآخر على حسب كل واحدة فيكم وحجم بطنها وكم كيلو تريد إنقاص من وزنها وكذلك على حسب كل واحدة فيكم وطبيعة جسمها في حرق الدهون لكن أضمن لكم أن النتائج ستلاحظونها من الأسبوع الأول خصوصا إذا كنتم تريدون إزالة الكرش فقط أما إذا كنتم تريدون إنقاص وزنكم بالكامل فستحتاجون لبعض الوقت أكثر لكن مع المدومة على هذا المشروب ستحصلون على النتائج التي تريدونها بالتأكيد وهذا على ضمانتي لأن هذه الوصفة مجربة مني شخصيا ومن أحسن وأسرع وصفات التخصيص خصوصا للدهون العنيدة المتواجدة بالبطن والجوانب استمروا على هذا المشروب طبعا إذا كنتم تعانون من الوزن الزائد وتريدون إنقاص وزنكم فهذا المشروب سيساعدكم كذلك على سد شهيتكم إذا كانت مفتوحة وستقللون من كمية أكلكم طوال اليوم وسيعمل كذلك على إنقاص وزنكم بشكل طبيعي وفعال جدا جدا وقادر على تخصيصكم حتى كيلو في الأسبوع وبدون ريجيم أو حرمان أبدا فكما تعرفون أن الدهون الكرش من أكثر الدهون العنيدة في الجزم وتخصيصها يزامون مجهود كبير وتمارين رياضية ونظام غذائي معين لكن المفاجأة في هذه الوصفة أنكم لن تحتاجوا معها لا إلى ريجيم ولا إلى تمرير رياضية أبدا فقط بالمداومة عليها إن شاء الله ستحصلون على النتائج المرادة طبعا مع الاستمرار عليها هذه الوصفة طبعا لها قدرة عجيبة عجيبة جدا على حرق الدهون وكذلك على تنظيم الوزن والتحكم كذلك بالسمنة وأيضا حرق الدهون الزائدة والعنيدة بجسمكم وصفة سهلة ومجربة يعني مني شخصيا ونتائجها مضمونة 100% فنعليكم فقط أن تجربوها أنتم كذلك وستلاحظون الفرق بأنفسكم فرق ملحوظ من أول أسبوع من استخدامها هذه الوصفة كذلك يعني رائعة للعلاج كل مشاكل الجهاز الهضمي كالانتفاخ والغازات وكذلك علاج الإمساك المزمن وكذلك فهي تدفع الجسم للتخلص من السموم المتراكمة به وتنظم عمليات الهضم وهذا سيساعدكم كثيرا على نزول الوزن بشكل سريع خصوصا الدهون بالبطن إذا كانت هذه وصفتنا لليوم أتمنى أن تكون قد فادتكم وأعجبتكم وعن تجربوها وتكتبوا لنا نتائج تجربكم في التعليقات ولا تنسوني أحبائي باللايك إذا أعجبكم الفيديو وشاركوه مع أصدقائكم وأحبائكم لتعم الفائدة ويستفيدوهم أيضا وأنا ألقاكم في وصفة قادمة مع فيديو جديد وشكرا لكم على المتابعة